نحن بالتأكيد سنطرح على الإعلامية العربية الكبيرة الأستاذ حسين عبدالغني هذا السؤال سؤال صفقة باريس لكن قبل ذلك أستاذ حسين وبعد التحية الواجبة ما قولك في هذه التسريبات بشأن تفكير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاعتراف بالدولة الفلسطينية أستاذ محمد أعتقد أنه في جزء من مقدمة حضرتك ينطوع على قدر كبير من الدقة في ملاحظة التغير الذي طرأ على مشهد الشرق الأوسط بعد طفان الأقصى يوم 5 أكتوبر كان نيتانياهو يتحدث على أن القضية الفلسطينية ماتت وأن جميع الدول العربية ستدخل التطبيع معه بما فيها المملكة العربية السعودية وأن العرب جميعا لم تعد قضية فلسطين تمثل أي أولوية بالنسبة لهم وكان الأمريكيون يتكلمون عن أننا ندخل إلى أهم تطور جيوستراتيجي تحققه الولايات المتحدة في القرن الواحد وعشرين أو كما قيل أهم صفقة منذ الحرب الباردة وهي إقامة تطبيع علني بين إسرائيل والدول العربية دون أن يتطلب ذلك حل للقضية الفلسطينية الآن يتحدثون عن الدولة الفلسطينية ويقول البريطانيون أنهم مستعدون للنظر في الاعتراف بدولة فلسطينية بلينكن يتحدث اليوم وزير الخارجية الأمريكية على أن حل الدولتين هو أمر أساسي في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أي دولة فلسطينية على وجه الخصوص هو طلب من خبراء في وزارة الخارجية أن يدرسوا الخيارات بما فيها دولة فلسطينية من زوعة السلاح المهم أنها تحقق الأمن لإسرائيل لكن في كل الأحوال نحن نتكلم عن أن القضية الفلسطينية أصبحت الآن على الطاولة بعد أن كان تقريبا قد هيئة للأمريكيين وللإسرائيليين أنهم نجحوا في تصفيتها تماما هذا يحسب لطفان الأقصى ويحسب لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ول27 ألف شهيد دي أسد خسين نعم يعني هذه تقريبا تقريبا أستاذ محمد نحن بعد يومين من الآن سنكون دخلنا في اليوم المائة والعشرين يعني أربعة أشهر كاملة على حرب هذه الحرب تقترب تقريبا لأن تكون أطول حرب عربية إسرائيلية منذ إنشاء دولة الاحتلال عام 48 ربما لا يفوقها إلا حرب 48 نفسها أطول حرب كانت حرب الثمانين يوما بين منظمة التحرير الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وبيروت سنة 1982 80 يوما نحن الآن نتخطها هذه الأيام بنحو أربعين يوما إضافيا يوم السبت سنكون دخلنا في اليوم المائة والعشرين أربعة شهور كاملة صمدت فيها مقاومة في جيب صغير لا يتعدى حي كبير من أحياء القاهرة فكل ما أشرت إليه سيادتك في مقدمة حديثك هو نوع من أنواع إعادة الاعتبار للشعب الفلسطيني لمقاومة الشعب الفلسطيني الذي رفض أيضا فكرة التهجير من أرضه ورفض أن تكون مصر أو الأردن ضحية للعدوان الإسرائيلي أو حل لمشكلاته الأمنية اشتركوا في القناة